ما المقصود بالإمامة؟ الإمامة في اللغة أولاً مشتقة من الأمي من الأمي وهو القصد وهو على وزن فعال من صيغ الآلة سماعاً كالعماد والنقاب فعال والإزار والرداء والإمامة فأصله ما يحصل به الأم وهو القصد ولما كان الدال على الطريق يقتدي به السائر دل الإمام على القدوة والهادي فالقصد هو الدلالة على القدوة والهادي الذي يدل الطريق والمراد بالإمام هنا في قوله إني جاعلك للناس إماماً الرسول والرسالة والقدوة فإن الرسالة أكمل أنواع الإمامة والرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل أفراد هذا النوع وإنما عدل عن التعبير برسول قوله رسولاً إلى إمامة ليكون ذلك أعلى فالإمامة أعلى من الرسالة الإمامة أعلى من الرسالة ليكون ذلك دالاً على أن رسالته تنفع الأمة المرسل إليها بطريق البلاغ وتنفع غيرهم من الأمم بطريق الاقتداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر